تتجه وزارة السكن والعمران تدريجياً نحو الرفع في سعر شقق سكنات عدل اثنين وذلك من خلال مشروع خاص تعمل الوزارة على دراسته بهدف تقديمه لمجلس الحكومة للمصادقة عليه هذه الزيادات المتوقعة في سعر شقق سكنات عدل في نسختها الثانية تأتي عقب الزيادات البالغة التي عرفتها مختلف مواد البناء في الأشهر الأخيرة خاصة الإسمنت والحديد هذا وكانت وزارة السكن قد أقرت زيادات على قيمة الشطر الثاني لسكنات الترقوي العمومي البيبي العام الفارط بحيث رفعت من خمسين مليون سنتيم كانت مقررة عند إطلاق المشروع ثم رفعت إلى مائة مليون وهو القرار الذي أثار حفيظة المكتتبين الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية تنديداً بالقرار وقبلها بأشهر قررت وزارة السكن تغيير توقيت دفع الشطر الرابع لسكنات عدل بإجبارية دفعه عند تسليم المفاتيح بدلاً من دفعه عقب دخول المسكن هذه التغييرات والزيادات في أسعار الشقق التي أصبحت وزارة السكن تقرها من حين لآخر بعثت مخاوف وتساؤلات عديدة في نفوس المكتتبين لتحملهم التبعات المالية لتلك الزيادات خاصة في ظل الارتفاع الكبير للمعيشة وتكاليفها زمن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد وتأثيرها المباشر على حياتهم وعاكست تلك القرارات التصريحات التي أطلقها سابقاً وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الذي أكد ذات مرة من العام 2015 أن المكتتب بإمكانه أن يقاضي الحكومة في حال أخلت وزارة السكن بالعقد الذي أبرمته مع المكتتبين فهل يعلم تبون أنه أخل بالعقد ويدرك تبعاته؟